برامدز دائما منذ إنشاء نادي برامدز أو بمعنى أضعك منذ اندمام عبدالله السعيد لنادي برامدز غياب عبدالله السعيد مؤثر جدا عن غياب أي لعب عن أي فريق آخر يعني لما عبدالله السعيد يغيم عن برامدز الحياة بتتغير في برامدز كيف هيعود بتشيكوا غياب برامدز؟ إيه هي نقاطة الكوة اللي هشتغل عليها بتشيكوا في غياب عبدالله السعيد؟ في غياب عبدالله السعيد برامدز بيفقد كتير جدا من فرصه في بناء اللعب العادي وصناعت هجمات من بناء اللعب العادي لأن برامدز بيفتقد عبدالله لهو محور أداءه كله في بناء اللعب نفسه في الهجمات صناع الفرصة أنه نحن نتدرج بالكورة ونطلع من المرحلة الأولى اللي أنا بأعمل فيها لغاية لما تبقى هجمة كانت دايما بتمر على أرجل عبدالله السعيد ده من وقت ما كان في الأهلي حتى كان جمهور الأهلي كان بيزعل جدا ساعتها من كابت حسام البدي أنا يعني بموضة باستضافتك ليه أنه كان في احتماعات كتير على عبدالله السعيد وكانت صراحته دايما أنه هو بيحق يعني اللي هو ما لهوش بديل كان ساعتها وجمهور الأهلي كان بيشوف أنه ما فيش حد ما ينفعه يتقال عليه كده أنا أسف المواطعة عشان دايما بذكر دي أنا أعتقد التحول الكبير في شكل التكتيكي والخططي والأداء بتاع عبدالله السعيد حصل في فترة حسام البدري مع النادي الآن بالضبط يا عبدالله السعيد قبل حسام البدري حاجة وبعد حسام البدري حاجة تالية عشان هو كمان اشتغل على الأمور التكتيكية عش كابا عبدالله سعيد واحد من أهم اللعيبة التكتيكية وكان ليه فترة تواهج حلوة جدا في الإسماعيلي راح أهلي معيب حليف وجبيد ظل أبو تريكا بقى يعني الكبير دي جاي تعوض أبو تريكا فما فيش حد حيعوض أبو تريكا ففترة كومون كده لعبدالله السعيد انتعش تاني مع حسام البدري وبدأ يظهر بشكل كبير جدا فهو أنا بتكلم فغيابه كان بيؤثر عن الأهل فما بالك بغيابه عن بيرامز فمؤثر جدا عشان كده بيرامز أنا في رأيي أنا في مباراة الكاس ما عملش خطورة في مباراة الأهل كل المحاولات بتاعته كانت فيه محاولة في الشرط الأول عبدالله السعيد بيت المحاولات كلها كرات ثابتة ودي أعتقد في وجود علي جبر اللي حيرجع تاني لبرامز من الغياب ما كانش موتاح في مباراة الكاس حيكون أحد الحلول لبرامز حيلجأ لها